وعلاقتنا الآن بقطر ووضح إن فيه تطور في العلاقة وطلاقي أكتر ما كان فيه مشاكل الوقت يبقى فيه حرص من البلدين على إن العلاقة ترجع بشكل عربي محترم ورجوع قطر لحضن العربي مرة أخرى وجامع الشمل زي ما دايماً سيد الرئيس بيقول عايز نبقى إيد واحدة وده أول حاجة قالها سيد الرئيس ما أول ما مسك إن إحنا لازم العربي بقوا إيد واحدة من أول ما شار نبقى فيه جيش موحد من أول نبقى فيه اقتصاد موحد من أول كذا حاجة هل فعلاً العلاقة ما بينا ما بين قطر هيتبقى لصالح البلدين ولا بعد شوية قطر ستسيء لمصر كما العادة يعني أولاً كل ما نريده هو وحدة الأمة وحدة الموقف المشترك بين أبناء الأمة جميعاً لأن التحديات اللي بتوجهنا كبيرة جداً وجزء من التحديات هو محاولات الهيمانة الاقتصادية والسياسية والعسكرية على المنطقة والحقيقة أعتقد إنه الكرة في ملعب قطر عدم التدخل في الشؤون الداخلية عدم دعم تيارات معادية مازال الإعلام عندهم يهاجر قناة الجزيرة لازم تعدل خطها حتى الآن مازالت مازالت يعني قناة إثارة قناة تستهدف مصر في كثير من الأمور ويمكن الفترة القادمة لازم مسائل تبقى موضحة ومحددة أكتر لأنه الإعلام المصري يعني لا يتطاول على أحد لكن نحن الذين نتلقى التطاولات يعني أوكي بتعمل علاقة مع تركيا ماشي بس لسه مكملين والشرق ما زالوا موجودين وما زالوا يبسوا سموهم من هناك ومن ثم نحن نريد بالفعل احنا مش هنعمل خطوات ونلتزم وانت ما تلتزمش انت لازم تلتزم احنا قدمنا كثير من المبادرات وفي حاجة إلى بلد زي تركيا لازم يتوقف عن العبط والتدخل فيه الشؤون الليبية والشؤون السورية والشؤون العراقية دي بلاد عربية اتنين الأمن القومي المصري خط أحمر لاجب أن يتم العبط به أو بعض أطراف تذهب إلى أسيوبيا وتدعمها لا احنا عندنا خيار واحد ووحيد قاله الرئيس عفتاة سيسي ان احنا مش ضد التنمية في أسيوبيا لكن قضية مياه نهر النيل بالنسبة لنا قضية حياة ووجود ولن يتم التوافق بشكل موضوعي إلا إذا كان هناك اتفاق قانوني ملزم على قواعد الملء والتشغيل من هنا مصر بتبدأ جهود الحياة مع كل الاتجاهات ويمكن احنا بطلنا هارج زي ما قال سيادة الرئيس بطلوا هارج ولكن نحن على ثقة بأن القيادة السياسية بكل ما تمتلكه من حكمة ومن حسن لن تترك الشعب المصري يشعر لأن مسألة الفخر المائي والأمن المائي دي مسألة أساسية عندنا بالتأكيد احنا سيبين هذه القضية في يد القيادة أمينة واحنا على ثقة أن حق مصر سيكون إن شاء الله